السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم يا أهل الخير هناك الكثير من الأخوات الآن بحكم ظروف الغربة والحال الذي وصلت إليه الأمة وهو لا يسر يعني مؤمن حال صعب اضطلت في كثير من الأخوات إلى أن يكن وحدهن وحدهن في بلاد ليس فيها رحمة يعني للأسف أقول لكم أن الإمرأة وخصا في بلاد المسلمين وإن تغربت أيضا أو المرأة بشكل عام يعني تكون أرضة لكل نوع من أنواع الاستغلال الاستغلال الثقافي الاستغلال السياسي الاستغلال الجنسي الاستغلال المادي يعني يحسونها أنها ضعيفة هم يتخيلون ذلك يعني وليس لديها من يدافع عنها يعني فيبدأون بالإساءة بأي شكل من الأشكال لو استطاعوا أن يلتهموها وينهشوا لحمها لفعلوا هؤلاء الذئاب ولا ليس حتى لا نستطيع أن نقول عنهم ذئاب لأن أخلاقهم هي أخلاق الضباع أخلاق الضباع الضبع الضبع ليس عنده أي قيمة أبدا إلا الافتراس الافتراس هي هدفه الأول والأخير الخسة في بعض الرجال موجودة ولا يخافون الله سبحانه وتعالى ولذلك أنا أوجه هنا تحذيرا أوجه هذا التحذير إلى كل رجل لم تمنعه شواربه التي يحملها ولم تمنعه رجولته وشهامته ومرؤته عن أن يعتدي على حقوق أنثى يتقاوى عليها والله هو القوي الله هو القوي والله يسمع شكوى المظلوم وليس بينها وبين الله حجاب فأنت أيها الرجل إن كان اسمك رجلا حقيقة فلا تتقاوى على أنثى تأكل حقها المادي أو تأكل حقها المعنوي ولا بأي شكل من أشكال تذكر أن فوقكم الله الله الجبار القهار الخالق القوي العزيز الذي يسمع دعوة داعي ويستجيب لدعوة المظلوم المظلوم الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بيننا فلا نتظالم وجه هذه الدعوة لكل رجال وخصوصا في أبصالة أبصالة لأنني أعرف أن هناك أخت كريمة وقد أكلوا حقوقها أكلوا حقوقها المادية ولا يخفون الله سبحانه وتعالى فراجعوا أنفسكم قبل أن تصلون إلى وقت ليس فيه وقت للرجعة حينها لا تلومون إلا أنفسكم أعطوها حقوقها وكل رجل أكل حق أخته أو امرأة مهما كانت أو طليقته فليعطيها حقها قبل أن يلاقي الجبار الله الذي سوف يعذبه أشد العذاب ولن يسامحه ولن تسامحه هو تدعو عليه انتبهوا أكلت حقها في أبصالة تلك الأخت الكريمة أكلت حقها المالي ولا تعطونها حقوقها هي تدعو الله بظهر الغيب بالليل أنتم نائمون ولكن الجبار لا ينام وهي تدعو الله بالليالي عليكم إن لم تعيدوا لها حقها فسوف يخصف الله بكم الأرض وعندما تأتونا إلى عند الجبار سوف نرى صبركم على النار أروني صبركم على النار التي سوف تحرقكم مثل ما أكلتم حقوق الأرامل وحقوق المطلقات وحقوق الوحيدات وحقوق النساء اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفسه ما قدمت لغد عمل حالك رجال تقاوى على حرمي لك اسم حرمي لو أنك رجال روح تقاوى على رجال خليك سئر راسك مو تقاوى على حرمي تاكله حقا أخ بس أخ أخ عن نشام أخ أخ على رجولي أخ لا حول ولا قوة إلا بالله شكرا لكم